ونرجع مرة تانية مشاهدينا لسم كاملي مع بعض فقراتنا والأحداث على الساحة المصرية الحقيقة بتدعو للتوقف والتفكير خصوصا بعد أنه كل يوم بيمر بيحصل أحداث كتيرة جدا خصوصا بعدما رشحت الإخوان المسلمين المهندس خائرة الشاطر أول مبارح تم إثبات فعليا أنه والدة أبو اسماعيل أو الشيخ أبو اسماعيل فعلا بتحمل الجنسية الأمريكية مبارح وافق أو تم موافقة رئيس المخابرات المصرية سابقا ونائب رئيس الجمهورية سابقا أيضا على موافقته لترشيحه لمقعد الرئاسة وطبعا في اللجنة الدستورية الحقيقة أحداث كتيرة جدا بتدعونا نحن نفكر ونقعد نتكلم ونشوف الإجابات الممكن يترد عليها في الحاجات دي نهاردة معانا الكاتب والمفكر دكتور هشام الشريف هيكلمنا أكتر عن الأحداث التي تحصل على استحق السياسية صباح خير يا فند صباح خير أهلا بيك منورنا حضرتك أهلا بيك أنا بيستوقفني خبر في الجرائد عن وزارة الخارجية بتقول إن إحنا لحد دلوقتي مجلناش رد على إن والدة حازم صلاح اب اسماعيل أمريكية ولا مش أمريكية يعني هما ما ردوش على أي حاجة إيه 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 يعني إيه 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 أهمية الخبر ده وإحنا بنقول إن إحنا مبارح قريدي كل وسائل الإعلام والصحف بتقول والدته أمريكية وفي المقابل نزول السلافيين في الميدان علامة استفهام حوالينا نعم ما لقوله ده إيه أولا صباح الخير صباح الخير يا فند بتهاي ليه علامة الاستفهام أن أنت بتقول لها بتتكلم عليها ديات استبرار لعلامة الاستفهام يومية بتحصل من يوم ما الثورة حصلت وإن قبل الثورة مصر بتعيش مجتمع علامات الاستفهام ده نتيجة واحد غياب معلومات نتيجة غياب شفافية ونتيجة غياب حوكمة حوكمة يعني هي الناس تشتغل بالأصول إن بلد تبقى مربطة لما تقول فيه حكومة تبقى فيه حكومة لما تقول فيه مسؤول يبقى فيه مسؤول لكن اللي إحنا عايشينه هو تراكمات لعلامات الاستفهام علامات الاستفهام دي بتخلق إيه ما الناس لازم تتكلم إحنا عاديين في برنامج وناس اللي يتفرج علينا والناس اللي ما يتفرجش علينا كل واحد لازم يتكلم فلازم يبتدي إنه يحاول يجاوب على علامات الاستفهام إما يجاوب بمعلومة أو يكتهد بدون معلومة أو يتعمد إنه هو يقول حاجة بحيث إنه هي دي تبقى لإيه الخبر لإيه بس مش ممكن علامات الاستفهام دي تخلي الناس تتكهم بأشياء أو تقول حاجات فده يعمل فتنة فتنة؟ وإحنا لسه هنيجي هنيعيش الفتنة إحنا عيشنا كم فتنة الغدوات طب ليه ما بيكونش فيه ردود عشان ما يحصلش غليان وسط الناس؟ حضرتك تعرفي تعني ناخدهم كده تعرفي بين تسبب في أحداث الفتنة الطائفية مش هقول في السنة اللي فاتت في العشرة سنين اللي فاتت تمام حد تطلع جاوب إجابة خالص مش إحنا أنا من الناس اللي مؤمنين عندنا قضاء لكن فيه فرق بين قضاء وبين عدالة ناجزة تخلص في الوقت المناسب زي بالضبط مسؤول في حكومة يطلع في الوقت المناسب انت عايز الإجابة على السؤال اللي انت سألته ده النهاردة لو جات لك بعد عشرة يامل هاش معنا صح ولا لا؟ ده صحيح بتخلق حالة فوضة في البلد بتعرف مين اللي هاجم على سجون مصر؟ مين؟ أنا عارف بتعرف مين اللي هاجم على سجون مصر؟ بتعرف مين اللي هاجم على أخصام الشرطة المصرية؟ الشرطة المصرية دي الدولة إحنا مش كرة ولا ايه؟ زي القضاء ما هو إحنا نعم زي ما أي حاجة عامة هو إحنا الجنين اللي بره دي وإحنا قبلهم نخشها ده إحنا إحنا بناملك مصر حالك قلت الكلمة دلات ما ينبعش تعدي على فكرة ايه؟ تاعدي عشان خاضر تاعدي عشان خاضر فأنا بستأذنك رجوعا بقى لسؤالك الدقيق ده في بعض الأحيان بيبقى تعمد لخلق علامات الاستفاد يعني ايه؟ وزارة الخارجية ما تطلعش للغاية دلوقتي تقول الكلام ده؟ في حين ان في مصدر رسمي آخر أقل نفس الكلام يبقى دول يا إما ما فيش تربيط يا إما في حاجة مقصودة مش كرة ولا ايه؟ نعم اللي احنا منقيشوا النهاردة اللي سؤالة كيمكن اللي هيجي اللوه잖아요 بشبهني بалы quienنا عايشينه قبل الصور؟ صح haul super دا حقيق انت حسس ان البلد بلدك؟ لا انت city فحسن البلد بلدك؟ كم في البلد حسين البلد بلدهم؟ وكم مش حسين البلد بلدهم؟ اللي فوق أوي اللي هما مسكين الدنيا بأيديهم هوم مين اللي فوق؟ احنا اللي فوق وهنفضى لفوق الشعب المصري هو اللي فوق وهيفضل فوق ايه الدليل بان احنا عادينا بنتكلم وهنعمل وهنغير بلدنا لصح لكن مش ممكن ابدا نتروح لتتحرك في مجتمع فوضى في غابة من الغوغائية في غابة على السطح دلوقتي وعلى السطح دلوقتي في حكماء في عقلاء شرفاء ولا بطريق اكتر الفوضى والبلطجة والعنف والاختطاف والانقسام هل انت سعيدة؟ لا طبعا اطلاقا هل انت سعيد؟ لا حضرك لو نزلت لأي واحد في الشارع المصري دلوقتي هتلاقيه مش سعيد هذا الشعب؟ ومش معنى كده ان الثورة هي السبب وان النظام السابق يرجع لا احنا في حالة عدم فعلا زي ما انت حضرك بتقول وزي ما انك بقول بقالي تقريبا اقل من سنة ما هدش فاهم حاجة ما هدش فاهم حاجة لا وحاجة تانية وانت بتتسرق 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 في وطن يعني انا يمكن علشان سنة اكبر شوية نعم وعشت شوية تجارب انا تسرقت في وطن عدة مرات انا بس بقى بتكلمش تمام انا اخي قبلك لكن عودة الوطن دايما برجع ليه؟ بيرجع لصحابه عزيز هستأذنك برضو انا ليا ملاحظات كده اللي بيحصل انا محتاج افهم اصلي والله اه وانا وكمان حضرتك والله يعني اذا احنا جاي مين ... اتكلم براحتك تمام انت مزيع او محاور متميز أنا مش موزيع ولا محاور أنا واحد إنسان مصري بيحب بلده وبيحاول يفهم معه من الخبراء ومفكرين حضرتك مبارح في مظاهرة في الميدان العباسية طلع بتقول سيادة اللواء عمر سليمان رشح نفسك أثناء السنة بغض النظر عن 18 يوم بتوع الثورة الأولانيين والأحداث طبعا اللي احنا شفنا طبعا الزباط والعساكر اللي بتضرب المتظاهرين كان دايما بنقول إيه أو هم بيطلعوا يصرحوا يقولوا إيه يقولوا يا جماعة إحنا ما ضربناش خرطوش إحنا ما ضربناش خرطوش وإحنا ما كناش بنصدقهم طبعا تمام مبارح في مظاهرة لللواء عمر سليمان في خرطوش تفتكر حضرتك الزباط الشرطة والجيش هما اللي ضربوا الخرطوش برضو زي ما أنا في حطة الخرطوش دي أنا مش عايز أعلق ليه حضرتك بس لأن عايز أقولك على حاجة أنا شايف إن المجتمع عاش نتيجة علامات الاستفهام وغياب المعلومة الحقيقية المتوفرة عاش في إشاعات وهذه الإشاعات تسببت في توجهات سياسية لهذا المجتمع في غير الاتجاهات اللي اللي المفروض إنها كانت تمشي فيها لو كان عندك المعلومة في الوقت المناسب المجتمع ده كان دفته ومشيت في إتجاه تاني خالص تحديدا لو عرفت مين اللي ضرب الخرطوش بالزبط في أحداث تحرير الأيام الأولى للثورة كان المجتمع توجهت إتجاه آخر لكن هذه المجموعة المعلومة حجبت على المجتمع هو أنا مش هسأل حضرك طبعا إيه حجبت إيه انت عارف لغاية دلوقتي مين اللي ضرب ما حدش عارف لا يعني يعني هايز أقولك على حاجة الأيام الأولانية حضرتك كل الأجهزة العامة نعم اللي مين بيملكها مين اللي بيملك الأجهزة العامة حكومة مصر مصر طبعا شعب مصر تمام ما عندهاش معلومة بتقول مين أنا سمعت وزير الداخلية كويس في حكومات مختلفة ده ده بيمثل مصر مش كده ولا إيه تمام يا ما تقدرش ان انت ايه نعم إلا لو أثبت ان هو لا يكذب وزراء الداخلية متتاليين قالوا لك بدقة كويس مش أفراد الشرطة المصرية هي التي أطلقت النار على مظاهرية لكن في أثناء ثورة 25 نيناير كان موجود ده وكنا بنشوفه هتصدق ولا هتكذب نعم ما دي قضية نحتاج انها تحسن دي معلومة أنا بكالب أجاوبك على علامة الاستفاهم مش بجاوبك على مين اللي عمل ومين اللي عملش تمام المعلومة دي لها تغفرت لو ثبت كويس ان مش هما او ثبت انه هما دي هتغير ايه في أحلاس كثيرة مش كده تمام صحر تمام فغياب المعلومة هنا في مصلحة مين مما لا شك فيه انه أكبر متضرر ليه هو الشعب المصري اكيد طبعا صحر بس فيه برضو ملف مهم جدا او موضوع مهم جدا عايزين نتكلم فيه هو اللجنة التأسسية للدستور اللي احنا بنعيش دلوقتي يعني زي ما بيقولوا كده في الشارع يعني بنخبط في بعض احنا مش مش فاهمين او ممكن الحدث ده يوصل لفين الموقف الكثير منهم زي القوة السياسية والأحزاب الانسحابات الكتير اللي حصلة زي الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية دي بتخلينا نقف نقول هو فيه اللي بيحصل علامة استفهم كتير عايزين حد يرد علينا يقولينا ايه اللي هيحصل هل الاخوان فعليا ماشيين في طريقهم بدون الالتفات لأحد ولا فيه جديد هيحصل حضرتك بدقة شديدة في مفترق طريق بنقولها النهارده قلناها مبارح قلناها من سنة هنا مهو في الزب قلناها بعد الثورة قلناها قبل الثورة مفترق طريق ايه بدقة شديدة لو البلد دي حد افتكر فيها انها بتاعته الوحد قويس هيحصل اللي احنا شايفينه ده نعم احنا عيشنا نظام كان فاكر هو مصر بس نعم مش كده ولا ايه نعم وهم عشرين تلاتين واحد يملكوا ايه المجتمع ده صحيح صح ولا لا وكله ايه ومين يبص يبين كله يبص يبين مين يبص شمال حضرتك كان بيحصل ايه كل حاجة بتتعمل قويس تفصيل على حسب ايه رغبة المجموعة الحاكمة حصل ايه صورة بالضبط الشعب بالضبط الشعب بالضبط الشعب بالضبط الشعب النهاردة بيحصل ايه زي اللي كان بيحصل قبل كده قبل الصورة بالضبط قويس مجموعة عايزة تخص بفكرها وبادوات ايه تسمى ديمقراطية كل حاجة للبلد دستور لا احنا لنعمل دستور ويسول بقى ايه يسكت وصلت لدرجة النافس تبقى نفس نوع العربية اللي كان ركبها فلاني اللي لازم يركبها فلاني نشوفي قضايانا قضايانا مش قضايا ثورة تقدم ثورة نماء ثورة اجل حضرتك انا يبقى هدفي الدقيق ازاي نسع شعب مفهوم ازاي تحويل الثورة الى ثورة سعادة قويس من خلال ازاي نهتبقى ثورة تنمية وثورة بناء وثورة تقدم وثورة تعليم مين على الساحة سواء كان بنكلم في مجلس شعب او في مرشح الرئاسة بيتكلمني على تنمية وطن مين بيكلمك على اولادك محدش حير بيطلع يتكلمني في حاجات انا محتاجاها او محتاجالها في البلد دي عايزة بس يعني حررتك استفيد من خبرة حضرتك هاجم تشوف انه بجد انه السيناريو اللي هيحصل للفترة اللي جاية دي انه هنرجع مرة تانية لمصر القديمة مصر عمرها ما ترجع لمصر القديمة لكن مرحليا حضرتك هترجع لمصر القديمة ونص اه يعني ايه يا دكتور؟ يعني حضرتك في الفترة القريبة انت عايش نتاج الفوضى ونتاج محاولات الاستيلاء على السلطة هناك قوة وطنية كثيرة وانا لا اشكك في وطنية اي فرد او اي طيار ولا اشكك في الرغبة الصادقة النقية لكل واحد عايز يخدم وطنه اهلا بيه ده خير ولا تشكك على الاطلاق فاهم من نتاج لنتاج الثورة انه هو افجر هذه الطاقة الكبيرة في الرغبة في الخدمة العامة واني بلدها تبقى احسن مش الالفات الملايين اللي كانت بتنزل الشباب شباب اتحرم اهم حاجة حرم منها في هذا المجتمع كله هو الحرمان من تعبير على نفسه سياسيا الرغبة في انه هو يشارك سياسيا يعني اي شارك سياسيا يعني اخدم اخدم من اجل تقدم بشيء طبيعي جدا كل واحد حسب فكره حسب ايديولوجيته يتوجه لكن الخطر الكبير جدا ان انا اتصور ان فكري انا بس هو لازم افرضه على كل الناس احنا مش هيحصل النقلة الحقيقية غير لما القوي يفهم ان قوته في انه يسمع على اضعف الضعفاء هل في حد على الاطلاق مش موجود ماشي ماشي يا دكتور على الاطلاق على الاطلاق طبعا وصلت انا عايز واحد يملأ قلبه حب لخمسة وتمانين مليون مصري وعقله حكمة لاستيعاب الاختلافات في خمسة وتمانين مليون مصري طب دكتور ورغبة في وحدة بحيث ان هو يحتضن خمسة وتمانين مليون مصري نزل ولا لسه ما نزلش لحد ده بكرة ده بكرة خلاص باب الترشع خلاص في حد من وجهة نظر حضرتك موجود في المواصفات دي خليني اقولك على جزء من الحكمة الغائبة نعم ما فيش وقت عندنا فيه لكن ياريت مرة كان فيه قصة شهيرة تحولت الى كتب وتحولت الى علم تعرف الحياة بتصيغ تحديات العلم ما بيرجعوا يدرسوها فيه قضية اسمها قضية خليج الخنزير او قضية السواريخ الكوبية نعم ما بيرجعوا يدرسوها في اي كتب يقولك ايه انت واخد الطبخة لسه ماخر او الحتة اللي المصريين بيتاكلوا فيها بسرعة وهو زي كرة كده زي اه اه انت مش عارف انت بكرة انت دخل على مجتمع شكله ايه وخلي بالك اللعبة ايه انه بياخر لك الدستور لغاية لما يطلع لك شكل الايه شكل الرئيس لو الرئيس طدع تبعي يبقى احط الدستور ايه بيس ما يكتفوش نعم لكن لو الرئيس طدع مش تبعي احط الدستور ايه عشان اي كتف حد عالساحة اعلان لك بيس غير اللي واضحين فيهم عايزها رئاسية ولا عايزها برلمانية ادي عارف نعم حالة التوهانة انت فيها اتدت بعلامة الاستفهام مش لي اهم حاجة نعم زي بالظلط ما يجي اقول لك بكرة الصبح من فضلك انا عايزك تبني لعمارة 24 دول هتقدر طب احنا ما ينفعش نرجع من اول السطر تاني هنرجع من اول السطر طب ازاي بقى انا عايز عارف ازاي طب احنا عاديين اه وانتو فيكو في عيونكم هزيه القوة ان البلد تبقى احسن البلد دي هتبقى احسن طيب قوة تفتكرت على الساحة ده ده فورانة كويس يعني ده الفوضى احنا هنخش في حالة من ايه من الالترابات بعد كده وبعد كده هنخش على حالة الاستفهام للبلد دي مش هتستمر كده طب دكتور علامة الاستفهام اللي حضرتك بتقول عليها واحنا بنقول عليها كلنا كلنا بيقول عليها بيقول عليها مستمر ايه وفي نفس الوقت الخطوات مستمر مفيش حاجة بتوقف يعني الانتخابات الرئاسية بكرة خلاص باب التراشح خلاص خلاص الدستور حضرتك الاخوان المسلمين ماشيين شغالين مية مية ويقولك ارجعوا المنسحبين يرجعوا ويعني كل الالتجاهات ماشي يعني فيه علامة الاستفهام اه بس احنا ماشيين هل تعتقد حضرتك مفكر وفي نفس الوقت المفكر ده بيبقى عنده خيال للمستقبل هل تفتكر انتخابات الرئاسة حنقف ما بين اسلامي اسلامي ولا اسلامي مدني بيدعمه العسكري ولا ايه بغدا نعزع على الاساني سيبني من حتة التدعيم اه لان دخلنا فيها هنخش في قصص تفصيلية كتيرة جدا تمام خلاص مين قالك العسكري ما بيدعمش اخوان المسلمين اخوان المسلمين تمام مين ما قالكش ان ما فيش اشتفاءات في اتجاه ده ولا اتجاه ده ولا اتجاه ده تمام وهي دي السياسة لا دي مش السياسة لا السياسة بعض الاحيان حضرتك ما بتبقاش مدي المعلومة لغاية الاخر بس سياساتك السياسة في الزمن ثورة اختلف عن السياسة في ما قبل الثورة سياسة في اثناء الثورة انا بتطلب قدر من النقاء المفروض قدر من توحد الامة المفروض دكتور هشام انا طبعا يعني احنا عايزين نعود معاك خمس ساعة حداشر ساعة حشان نعرف كيف كان ملك لان بجد الفاقة الخاصة بس انا عايزة اسألح عليك السؤال الاخير هو اللي احنا بنحصل الفوضى اللي احنا بنعيشها والاحداث اللي احنا بنعيشها هاي دي فوضى طبيعية واحداث طبيعية ولا احنا عندنا كبيرة شويتين لا حضرتك في جزء منها فوضى طبيعية نتيجة عدد التحديد لكل ثورة وليها ضحاياها وليها فوضيتها لكن في فوضى فيها متعمدة متعمدة كويس وعلشان تقدري تسيطري لازم تخلي تضعف الناس اللي قدامك عايزة اقولي الحاجة هل الحالة حالة الرغبة في التغيير لديكم النهاردة بعد سنة من المعاناة هل هي زي يوم 25 يناير اعتقد انها قلت سنة سنة ولا سنتين لا اعتقد انها سنة الفرق ده هو الاجهاد النتيجة الفوضى المختلقة شعب مصر عمر ما فيه حد كويس عايز يستأسد بحاجة عبر التاريخ كانت تاريخ قديم اه او معاصر كويس عمرها ما حصلت ان فيه شعب بيموت والشعب المصري عمره ما بيموت الكاتب والمفاكر الدكتور هشام الشريف نورتنا يا فندم وشكرا جزيلا حضرتك وتمنى ان احنا نلتقي قريبا ان شاء الله فاصل ورجعين حالا اشتركوا في القناة